الضمير ده أعرف المعارف ده الضمير أعرف المعارف فلما يقول سبحانه وتعالى لا إله إلا هو أقول إيه يعني؟ ما هو دي هو الله سبحانه وتعالى فيعني إيه؟ إن الضمير هو الضمير عيد على مين؟ ومدام ما وجود في الكتاب فكيف يعني نمنعه إنه هو؟ ده ربنا اللي بيقول إنه لا إله إلا هو ففي لا إله إلا الله وفي لا إله إلا هو عندما يذكر الضمير على هذا الحد من المعرفة ينصرف إلى الله سبحانه وتعالى إذن هي اللغة إيه؟ أداء وطلقي فأنا وأنا بقول هو ماذا أقصد؟ أقصد الله؟ وإنت لما بتسمع كلمة هو مخك رحل فين يعني؟ رحل الله طيب ولذلك قالوا إن الضميرة أي ضميرة في اللغة العربية كليه الوضع جزئيه الاستعمال إخوانا يمكن ما يعرفوش الكلام ده يقول لك كل يعنيه وجزء يعنيه وحاجات زيكة معلش كليه الوضع يعني إيه كليه الوضع؟ يعني يعني تحط في اللغة العربية علشان يدل على الغائب والغائب هنا غائب من إيه؟ غائب عن الحس لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار طيب زي أنا ده ضمير المتكلم أنت ضمير المخاطر هو ضمير الغائب الضمائر دي وضعت للكلي يعني إيه الكلية؟ يعني يدخل فيها أنا وأنا مين أنا ده؟ أنا يعني علي لأ وبليال برضو يقول على روحه أنا طب ومحمد يقول على روحه أنا طب وإحمد يقول برضو على روحه أنا يقول لما جينا نستعملها بقنا جزئي نعم أنا اللي هو أنا يعني فكلمة أنا تنفع لأي حد ولما يجي يستعملها تبقى بتاعته هو بقى تتحول إليه هو فهو كلي الوضع هم خايفين من كلية الوضع ولا إيه؟ مش فاهم أنا مش فاهم طب ما على فكرة ما هو فيه أسماء لله سبحانه وتعالى كده يعني المؤمن ده لما بنيجي نطلقه يبقى هو الله الرحيم هو الله ولا النبي بالمؤمنين رؤوف الرحيم أو ينفع طبعا النبي بالمؤمنين رؤوف الرحيم ما يجراش حاجة بس ده ما قوني للرحيم يبقى هو الله وهكذا يبقى إذن في فرق بين الوضع في اللغة وبين الاستعمال ففي الوضع الضمير كلي وفي الاستعمال الضمير جزئي يمكن اطلق بطف كده يجوز الله أعلم ما نعرفش فالذكر بهو هذا وارد في الكتاب وارد في السنة وارد في عمل المسلمين لا إله إلا هو نعم